السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو برج شهر 9؟ بداية هو برج العذراء فبالتالي سوف أذكر أو أطل عليكم بالصفات العامة لبرج العذراء بداية من الواضح كما نعلم بأن كلمة العذراء ترمز وتشير إلى طهارة والعفة مما يفسر وجود الكثيرين من أصحاب هذا البرج الذين يفضلون العزوبية ويميلون إلى الحب العذري والعفيف إلا أنه لا ينبغي تعميم هذا الكلام على جميع أصحاب هذا البرج فمنهم الكثير قد يتزوج ويحظى بعائلة وغالبا أيضا ما يكون أصحاب أسر سعيدة ومستقرة ويلعبون دور الأمهات والآباء بصورة جيدة ولكن من هو قريب من أصحاب برج العذراء سيجد أنهم لا يحبون الذهاب للاحتفالات والمناسبات الصاخبة ولذلك لعدة أسباب منها أولا مزاجهم الخاص الذي يجعل اختلاطهم مع الناس والأشخاص الآخرون أمرا صعبا الذي يبعدهم عن جميع تلك الأجواء وأيضا يبعدهم عن جو المرحى والله وأيضا التزاماتهم وأعمالهم التي يعطونها الكثير من وقتهم فيجدون أولوياتهم في هذه الأمور إلى اللقاء